ايه تاني من علامات عدم استقرار نوم الطفل بالليل زيادة نوبات الغضب ولأسباب غير مفهومة ودي حاجة بقى مش هشرحها لكم انا هفكر حضراتكم بنفسكم او بينا احنا ككبار اكيد مر علينا ظروف اكيد حلوة بقى بعد الشر وحشة بيجي علينا يوم كده يوم ما نمناش يقول لك احنا كنا طول الليل صحيح ظرف سيء لقدر الله حاجة مثلا بازت في عز الليل حد كان تعبان اي حاجة خلاص كده او حتى ظرف حلو انه كان فيه مناسبة وكان فيه مش عارف فرح وكان فيه مش عارف ايه ده انا بتكلم علينا احنا ككبارة خلاص كده ما نمناش يعني جينا بقى الصبحية جاي علينا الصبح خلاص هننام امتى بقى خلاص ده احنا لازم نشوف ورانا ايه او بتاع ما نمناش حضرتك او حضرتك ككبار بيبقى حالك وعمل ازاي اقولكو انا بجملة واحدة كده ما بنبقاش طيقين حد يكلمنا واللي يكلمنا ما بنبقاش طيقين نرد عليه والحاجة العادية خالص ناخد نفهمها غلط يعني لو انت مثلا في مكان عمل وطلبت حاجة من زميلك مثلا او بتاع بتقوله هو الملف الفلاني فيه فيقولك اه ما انا لسه اجبوه تقول له اجبوه ما اجبوه ما اجبتوش فتلاقي نفسك تعصب كم فيه ايه عم فتقوله ما عليش رسنا من بارح تقول ليه ما نمتش شفتوا انتوا فهمتوا قصدي انا بادرب امثلة فهمتوا الحالة اللي بنكون عليها لما ما بننامش ونصحت او نكمل اليوم بقى التالي من غير نوم بنبقى عاملين زي الطفل زينا بس فيه هيئة بقى ايه نوبات غضب فتبصت لو الطفل ده مثلا يحصل حاجة عادية او حاجة يعني انا عايز الحاجة الفلانية فنقول له ايه حاضر فنبص ليه عيط ويسرخ انا بتسرخ ليه يا ابني واحنا قلنا لأ هوا عايز الحاجة العادية هوا بتلاقيه بلا سبب بدون اسباب فهمتوا قصدي نضيف عليها برضو من علامات عدم استقرار نوم الطفل بالليل غير بقى نوبات الغضب انها تكون اكتر من المعتاد وبدون اسباب واضحة خلاص شعور الطفل بالخوف برضو بدون اسباب تليه تلاقي الطفل زي المخدود خلاص ده برضو من علامات عدم استقرار نوم الطفل بالليل خلوا بالكوا قوي من الكلام ده كمان من ضمن العلامات دي من علامات عدم استقرار نوم الطفل بالليل قلت حماس الطفل للمشاركة في الانشطة المألوفة يعني ايه يعني يلا نلعب بتلاقيه مش عايز يلعب الله ده انا فضيت نفسي وقلت هلعب معاك شوية ولا بتاع مش عايز يلعب ملوش مزاجي يلا ننزل تحت نروح نجيب الحاجة دي مع بعض تيجي معايا او تروح مع بابا او بتاع مش عايز يخرج يلا نتفرج على التلفزيون مش عايز تفرج على التلفزيون قلت حماس الطفل للمشاركة في الانشطة المألوفة اللي احنا عارفين ومتأكدين ان هو مهتم بيها فهمتوا قصدي يبقى كل دي علامات تدل على عدم استقرار نوم الطفل كان بالليل يعني او اللي كان بالليل يبقى الطفل ده بالليل ما كانش نايم كويس يبقى لازم نبحث الأمر نرائب بقى مش نرائب الطفل يعني مش نبص عليهم بقى لا نرائب ايه الأسباب لان فيه أسباب لا تخطر لنا على بال لا تخطر على بال يعني وفي الاخر ممكن انت هتبص جده او كأب يعني او حضرتك كأم فاتبص كياه في مكان نتنوم الطفل هو فيه ايه يعني هو ليه ايه اللي مخلها ما ينامش ده انا هقولكو مثلا غريب جدا يعني مثلا امثلة حقيقية اللي انا هقولها دي يعني يعني احيانا بيبقى مثلا السطارة بتاعت لو فيه شباك مثلا في مكان نوم الطفل والسطارة دي مش وصلة للآخر خلاص كده يعني مش مجدودة على الآخر ففيه جزء صغير قوي بيسمح بمرور بعض الضوء من الخارج يعني مثلا لو فيه عمود نور في الشارع او ما الى ذلك فتلاقوا مثلا النور ده عامل ظل يعني عامل ظل معاينة على الحيطة خلاص او لو كان الشباك ده مثلا مش مقفول كويس شوية فتلاقوا مثلا السطارة دي بتتحرك فتلاقوا الظل ده بيتحرك فتلاقوا الطفل الصغير ده طول الليل بيبص على حاجة عملا تتحرك قدامه على الحيطة في مرمى بصر ويعني وهو مش عارف دي ايه فاهمين قصدي طيب ايه تاني ده مجرد امثلة لو الطفل نايم واحنا مش نايمين وعايشين حياتنا بقى بر فهو الطفل بيبقى هنا مش نايم فإنما هو عارف انه لو قام وسب السرير وصحي احنا ممكن نكلمه بعنفة او بعصبية انت قمت ليه وسبت سريك ليه إنما هو متأكد ان احنا صحيين بر فتلاقوا هو مش نايم هو مستخسر ينام هو عايز يعود معانا عايز يعرف احنا بنعمل ايه فاهمين ودي ظاهرة منتشرة جدا يعني تلاقوا الطفل المفروض انه نايم والكلام ده كله بس مثلا فيه ماتش كورة وانش فاهم ايه الماتشات اللي بتتلاقي بسعاشرة بالليل دي فتلاقي فيه ماتش كورة شغال بسعاشرة بالليل طبعا ما يعني مش موطرت بس انا بأسجل يعني دهشتي شوية من الموضوع فتلاقي مثلا ماتش السعاشرة بالليل والأب عايز يتفرج ومن حقه يعني فانه هو عايز يتفرج فتلاقي يععد يتفرج على التلفزيون وموطي الصوت وكل عاجة بس ايه فيه حالة كده او ان تلاقي الأب والأم صحيين ولو فيه اخوات اكبر ولو فيه او مفيش حتى اخوات ان الحياة شغالة يعني فتلاقي الطفل ده مش نايم كويس مثلا او لو فيه اصوات جاية مزعجة من برا يعني لو مكان الاقامة الشقة دي مثلا على شارع رئيسي او تحتها محلات او حاجات زي كده فيعني كان قرار صائب جدا الحقيقة حكاية ان المحلات تقفل في موعيد معينة وكلام زي اي دولة في العالم يعني مفيش حكاية اللي هي المطلق دي فاهمين قصد يعني القصد ايه انه ممكن يكون الطفل يعاني من شيء معين يعاني من قلم معين من مغس من حاجة في الجهاز الهضمي حاجة في الاخراج الطفل ده خايف ينام يعمل على روحه وفي نفس الوقت هو مش متمكن قوي لسه من مهارة التحكم مثلا يعني امثلة كتير او المهمة المحصلة اللي عايز اقول لحضراتكو عليها انه في حال ظهور حاجة او اكتر من علامات عدم استقرار نوم الطفل بالليل لاحظتوها على طفلكم او طفلتكم طفل الولد او البنت اين كان عمره لابد من مراقبة الامر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة